مهرجان الماغوط والذي تقيمه مديرية المسارح والموسيقى ومديرية الثقافة والمسرح القومي مستمر بتقديم عروضه المسرحية في مدينة حما بمشاركة فرق مديرية الثقافة للمسرح من كافة مناطق المحافظة طبعا هذا المهرجان ينطلق في دوراته الرابعة لهذا العام وهو حافل بمجموعة من التجارب الإبداعية للمشتغلين في فن المسرح وهذا ما نريده دائما من هذه المهرجانات أن تكون حك للتجارب المسرحية للمشتغلين في فن المسرح اسم الماغوط هو اسم كبير في مجال الإبداع المسرحي وإنساني وليس سوري أو حموي فقط والتجارب وصلت إلى آفاق الكون لذلك يجب أن نحترم هذا الاسم وهذا ما نفعله من خلال ما نقدم من تجارب كبيرة المهرجان المسرحي يختلف عن الشعري والقصصي والأدابي المسرح لم يكن مغطئين عندما قالوا المسرحة بالفنو وهذه المهرجانات التي تقدم سواء من مدير الثقافة أو مدير الفناني محاولة لإرجاع المسرح إلى ما كان عليه لأن الأمة الحضارية تحب المسرح ما أمكنها إلى ذلك السبيل الأعمال المسرحية التي سيتم عرضها خلال أسبوع هي نتاج مجموعة من التجارب الشبابية الجديدة والواعدة برؤية عصرية تجربة جديدة وكل العروض التي بدأت تقدم بهذا المهرجان يعني عروض لناس تعمل جديدة يعني ما في أسماء قديمة شاركة المهرجان السابقة اللي عندها خبرة عندها كذا جاينا نتعرف أنه لأي مدى ممكن يحققون يفتحوا الآمال قدامنا فرق مسرحية جديدة عم تشارك بهذا المهرجان مواهب جديدة راح نشوفها على خشبة المسرح بكل النشاط ورافض جديد للأعمال المسرحية اللي عم تتقدم خلال السنة المهرجان يحظى بجماهرية ومتابعة من المهتمين بمجال الفن والمسرح حيث أصبح تقليدا سنويا يستقطب الأعمال المسرحية المميزة ذات المستوى الفني والإبداعي العالي ويلبي شغف عشاق المسرح حسام الشاب الخبارية السورية مدينة حما